بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد علي وعلى آله أفضل الصلاة وأتم متسم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاة غير مأموم إلى سترة ولو لم يخشى مار من جدار أو شيء شاخص كحربة أو آدمي غير كافر أو بهيم أو غير ذلك مثل مؤخرة الرحل تقارب طول ذراع فأكثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد كنا قد وقفنا في ما يتعلق بمكروهات الصلاة وما يقابلها وهو السنن ما ذكره المصنف ووقف عنده من الحديث عن الصلاة إلى السترة ولنعلم أن السترة تطلق في كتاب الصلاة على معنيين السترة التي يلبسها المصلي والسترة التي يصلي إليها فالأولى شرط والثانية مسنونة وإنما نبهت لهذا لأن وجدت بعضا من طلبة العلم يقرأ في كتب الفقهاء إطلاق السترة ولا ينتبه في سياقها فقد يخلط بين السترتين فالسترة الأولى هي ستر العورة اللباس الذي يلبس لستر العورة وهو شرط لصحة الصلاة وأما الثاني فهي سترة يصلي إليها واشتراكهما في الاسم فيه معنى مقصود للفقهاء سيأتينا بعد قليل في التعليل بإذن الله عز وجل فمن المناسب أن نذكر هذا المعنى قول المصنفي رحمه الله تعالى تسن صلاة غير المأموم قول المصنف صلاة تشمل كل ما يصدق عليه صلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نافلة وإما أن تكون صلاة جنازة فكل هذه يسن فيها الصلاة إلى سترة وقوله غير مأموم ذلك أن المصلي إما أن يكون إماما وإما أن يكون منفردا وإما أن يكون مأموما فالإمام والمنفرد يسن لهما أن يجعل سترة أمامهما وأما المأموم فإنه لا يسن له ذلك بل ولا يشرع بالكلية كما سيأتينا في كلام المصنف وقوله إلى سترة سبق قبل قليل أن السترة المراد بها السترة المندوبة التي يصل إليها للسترة التي يلبسها في صلاته وسيفصل المصنف بعد قليل في حيئة السترة وشكلها قوله ولو لم يخشى مارا أي ولو لم يخشى المصلي مارا ولم يظهر لي أن قصد المصنف بلو هنا إشارة لخلاف فإن صاحب الإنصاف وغيره من المعنيين بذكر الخلاف لم يذكروا خلافا في هذه الصورة وإنما أطلقوا وإنما من عادة الشيخ موسى الحجاوي أنه يحرص على إبعاد أو ترك التعبير بقوله مطلقا الموجودة في كتب الفقه وقد عاب موسى على القاضي علاء الدين المرداوي أنه يعبر بمطلقا فقال والأولى بدل التعبير بمطلقا أن تذكر الصورة التي تريد إخراج التي تريد إدخالها فيما يظن خروجها فيكون قول المصنف هنا ولو لم يخش مارا أي في جميع الصور حتى وإن لم يخش مارا لكي لا يظن مرء أن الحكم متعلق بالمرور بل هو مطلق وإلا فلا أعلم خلافا في المذهب في هذه المسألة الاستحباب في هذه الصورة قوله من جدار أو شيء عبر بقوله من جدار أو شيء والأو تفيد التخير فهو مخير بينهما بينما منصور في حواشيه على الإقناع جعل هذا التخير بناء على اختلاف الحال فقال إن كان في دار صلى إلى جدار وإن كان في غير الدار فيصلي إلى شيء والمصنف هنا أطلق فجعل المرأة له الخيار دون تفضيل لصورة على أخرى وقوله إلى شيء شاخص أي مرتفع ويقابله الخط ونحوه مما سيرده المصنف بعد قليل كحربة الحربة التي تستخدم في الحرب أو آدمي غير كافر استثنى المصنف غير الكافر لأنه مر معنا في الدرس الماضي أنه يكره الصلاة إلى الكافر ولذلك فحيث أن المصنف نص على استثناء الكافر فيجب أن نقول أيضا وإلى غير وجه آدمي فلا تكون السثرة وجه آدمي وكذلك نقول وإلى غير نائم فإنه قد نص فقهاؤنا كذلك على كراهة الصلاة إلى النائم وأما الصلاة إلى الميت وجعله سترة فإن فيه احتمالين عند المتأخرين ومر معنا في الدرس المتقدم وقوله أو بهيم بهيم المراد بهيمة أي حيوان من الحيوانات فكل البهائم يصح أن تجعل سترة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل أمامه مثل مؤخرة الرحل فدل على أن البهيمة يصح أن تكون سترة قال أو غير ذلك من الأشياء مثل مؤخرة الرحل فقوله مثل مؤخرة الرحل هذا من باب التشبيه ولا يلزم التشبيه أن يكون من جميع الوجوه وإنما في بعضها دون بعض وقبل أن نذكر وجه الشبه بين السترة وبين مؤخرة الرحل كلمة الرحل تصدق على أكثر من معنى وبناء على ذلك فقد ذكر منصور وغيره طبعا منصور في حاشيته أن المراد بالرحل هنا رحل البعير لا رحل غيره أو لا غيره من الأمور التي تكون رحلا ولذلك يقول المنصور المراد رحل البعير وهو أصغر من القتب لا غيره من الرحال التي يصنعها الناس وأما وجه الشبه بين الرحل وبين السترة فإنه باعتبار الطول ولذلك قال تقارب طول ذراع فأكثر فإنهم نظروا فإذا مؤخرة الرحل يكون طوله في الغالب ذراع فأكثر حسب حساب المصنف فإنه يدل على وجه الشبه من هذا الجهة من جهة الطول وعندنا في قول المصنف تقارب طول ذراع فأكثر ثلاث مسائل المسألة الأولى في قوله تقارب يدل على أن السترة تقديرها على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد وهذا واضح وصريح نصهم في ذلك الأمر الثاني أن قول المصنف ذراع المراد بالذراع هو ذراع اليد وذراع اليد يقدره المعاصرون بستة وثلاثين سنتيمتر أو ثمانية وأربعين سنتيمتر الفرق سنتيان فأيا من التقديرين أخذت فإن الأمر فيه واحد إذن هو دائر عند المعاصر بين ستة وأربعين سانتي وثمانية وأربعين سانتي ومعرفة هذا الذراع مفيد في عشرات المسائل منها السترة ومنها من سيأتينا بعد قليل بعدها كم يقدر البعد السترة عن قدمي المصلي ومنها ما مر معنا قبل في تباعد المصلين وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها المسألة الثالثة في قول المصنف طول ذراع فأكثر هنا نص المصنف على أن السنة أن تكون السترة ذراعا فأكثر بينما عبارة صاحب المنتهى أنها قريب ذراع فأقل فجعل العبرة فجعل الذراع حدا أعلى في الندب بينما جعل المصنف هنا الذراع حدا أعلى للندب وقد وافق صاحب الغاية مرعب بن يونسف صاحب المنتهى في أن السترة تكون ذراعا فأقل وقد ذكر الشيخ عثمان أن المنتهى تبع في ذلك صاحب التنقيح وأن قول صاحب التنقيح والمنتهى والغاية هو ظاهر منصوص كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا ما ذكره عثمان بن قايد ولكن لعل المصنف عندما قال طول ذراع فأكثر أنه أخذ ذلك لكي تكون بارزة من باب المعنى والمصلحة أنها تكون بارزة فلكي ينظر إليها المار فينتبه ولا يكون مارا دونها وإنما يكون مارا فيما بعدها نعم فأما قدرها في الغل فلا حد له فقد تكون غليظة كالحائطي أو دقيقة كالسه نعم قول المصنف فأما قدرها في الغلضي يعني في العرض في العرض فلا حد له ليس لها حد للأكثرية قال فقد تكون غليظة كالحائطي فإن الحائط قد يكون طوله بالأمتار فلا حد له نقول إن أقصى ما تكون فيه السترة كذلك قال وقد تكون دقيقة كالسهم سكت المصنف هنا عن ذكر أيهما أفضل أن تكون عريضة أو غليظة أو أن تكون تلك السترة دقيقة وسيأتي من كلام المصنف في العصى ما يدل عليه وأن المستحب عند أحمد أن تكون أعرض فقد جاء عن إمام أحمد أنه قال إن كانت أعرض فهي أعجب إلي نعم وسيأتي كلامه إن شاء الله نعم ويستحب قربه منها بقدر ثلاثة أذرع من قدميه نعم يقول المصنف ويستحب قربه أي قرب المصلي منها أي من السترة قدر ثلاثة أذرع من قدميه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومر معنا معرفة الذراع كم يعادل فتقريبا ثلاثة أذرع تعادل ثلاثة أذرع عفوا متر ونصف متر ونصف تقريبا ما عاد شيئا قليلا وانحرافه عنها يسيرا وانحرافه عنها أي وانحراف المصلي عنها في أثناء صلاته يسيرا فينحرف عنها يمنة أو ينحرف عنها يسرة ولا يجعل السترة إن كانت غير غليظة مقابلة لوجهه وأما إن كانت غليظة كالجدار وغيره فلا شك أن الانحراف فيها ليس بينا وإنما محل هذا الانحراف فيما إذا كانت السترة ليست غليظة وإنما دقيقة فإن لم يجد شاخصا وتعذر غرز عصا ونحوها وضعها نعم يقول فإن لم يجد شاخصا أي شيئا مرتفعا وتعذر غرز عصا غرزها في الأرض بحيث تكون كالشاخص ونحوها مما معه مثل الحربة التي تقدم وضعها أي وضع العصا ونحوه كالحربة والسهم على الأرض فيجعل العصا على الأرض فيجعل العصا على الأرض وضعا نعم وعرضا أعجب إلى أحمد من الطول نعم قول مصنف وعرضا أعجب إلى أحمد من طول هذه المسألة تحتمل احتمالين كلاهما صحيح الاحتمال الأول أن تكون عائدة لصفة وضع العصا لأنها آخر مسألة مذكورة فيقول إذا وضع المصلي العصا أمامه وضعا على الأرض فأن يجعلها عرضا بحيث يكون طرفها على يمينه وطرفها الثاني على شماله أفضل من أن يضعها أمامه طولا بحيث يكون طرفاها كلاهما مستقبلا لهما فتكون من جهته كلا الطرفين ويحتمل أيضا وهو صحيح كذلك أن يكون عائدا لكل سترة فيشمل العود والحائط وغيرها إذن قول مصنف وعرضا ذكرت لكم الاحتمالين وكلاهما صحيح وكلاهما مذهب ولا شك أعجب إلى أحمد عبر المصنف بقوله أعجب لأن أحمد نص على ذلك فقال يعجبني ذلك والقاعدة عند فقهاء أصحاب الإمام أحمد أن أحمد إذا قال عن فعل إنه أعجب إليه فإنه يدل على أنه مندوب ومستحب وقد جاء ذلك نصا عن أحمد في مسائل فمن ذلك ما نقل المرذي فيما نقله الموفق أبو محمد في المغني أنه سأل أحمد عن الرجل يكون معه عصا لم يقدر على غرزها فألقاها بين يديه أو يلقيها طولا أم يلقيها عرضا فقال أحمد لا بل عرضا وهذه نص على مسألة العصاب عينها وجاء في مسائل أبي داود أن الإمام أحمد قال قال بعضهم وأشار برأسه أي أحمد يعني طولا وقال بعضهم هكذا وأشار برأسه أي عرضا ولكن يعجبني هكذا يعني بالعرض ثم ذكر أنه يكون مثل الهلال أي الخط فهذا كلام أبي داود الأول يشمل الخطة والعموم والثاني يشمل أو الأول يشمل العصة والثاني يشمل الخطة والعموم مطلقا إذن فقوله عرضا يشمل مطلق السترة ثانيا العصة الموضوعة ثالثا الخط وقد نص عليه أحمد صراحة أن الخط أن يكون عرضا أحب إليه من أن يكون أمامه طولا نعم ويكفي خيط ونحوه نعم ويكفي خيط أي يجعله سترة الله ومن أمثلة أن يجعل أمامه خيطا قد يكون في بعض السجادات هدب الهدب هذا مثل هدب الذي يكون في بعض الغتر الذي يلبس بعض الناس يكون فيه مثل بعض الخيوط بعض السجاجيد أو السجادات فيها هدب فإن لم يكن أمامه شيء فيصح أن يجعل هذا الخيط حينئذ سترة لأنه خيط منفصل فحينئذ يصح أن يكون سترة ونحوه من الأمور التي تكون أمامه ولو شيئا يسيرا سواء كان له شخوص ككأس وعلبة منديل ونحوها أو دون ذلك نعم وما اعتقده سترة نعم قال وما اعتقده سترة هذه المسألة تحتاج إلى يعني وقف بعض الشيء قول مصنف وما اعتقده مراده ما نواه فالاعتقاد هنا بمعنى النية بمعنى أنه ينويه سترة فكل شيء يجعله أمامه أو يكون أمامه غير وضع منه نعم ثم ينوي أن هذا الذي أمامه يكون سترة فإنه يصح فإنه يصح حينئذ ولو كان خطا مرسوما في الأرض لأنه سيأتي بعد قليل أنه يصح أن يكون خطا فلو كان في مثل السجاجدة التي في المساجد نوا أن الخط الذي أمامه يكون سترة له فكذلك فإنه كذلك هذا واهر كلامهم لأنه قال وما وما اسم موصول بمعنى الذي وهو يفيد الاستغراق والعموم وكل ما صح أن يكون سترة إذا نواه سترة فإنه يكون كذلك لكن هنا لابد من انتباه أن المصنف قيده باشتراط أن يكون النية لابد من النية فيشمل جميع ما يجعله أمامه هذا هو الذي مشى عليه المصنف بينما ذهب مرعي بن يوسف الكرمي إلى تفصيل فإنه قال إن السترة التي تكون أمام المصلي إن كانت شاخص إن كانت ليست شاخص وإنما هي خط ونحوه فلابد فيه من الاعتقاد والنية وإن كانت شاخصا فلا يلزم فيه النية بل تكون سترة له من غير نية قال مرعي ويتجه لو صلى لشاخص صح سترة بلا نية إذن فجعل عدم النية فيما إذا كان المصلى إليه شاخصا مفهوم كلام مرعي بن يوسف أنه إذا لم يكن شاخصا وإنما كان خطا ونحوه فلا فيتلزم النية حينئذ وكلام مرعي هذا ذكره اتجاها ومعلوم أن اتجاهات مرعي عني أكثر من عني بتبيين صحتها وموافقتها أو نقلها إثنان والأول هو الأصل والثاني متأخر وغالبا يعتمد على نقل الأول وكلامه الأول هو عبد الحي ابن العماد صاحب شرح الغاية والثاني هو الشط في حاشيته المنحة التي كانت على شرح شيخه مصطفى الرحيباني هذا الثاني هم أكثر من يعتني باتجاهات مرعي بينما الرحيبان لم يكن يعتني بها كثيرا وإنما تلميذه عني بها أكثر قلت هذا لما لأن عبد الحي لما ذكر كلام مرعي قال وفيه تأمل فإنه لم يقبله على إطلاقه نعم فإن لم يجد خط خطا كالهلاف نعم قول المصنف فإن لم يجد أي فإن لم يجد شاخصا ولو عصا فإنه يخط خطا كالهلالي وهذا فيه الحديث الذي عند أهل السنن أنه يخط خطا طيب قول المصنف كالهلالي قوله كالهلالي هنا الكاف كاف تشبيه وهذا يدلنا على أن الخط إما أن يكون كالهلال وهو الأفضل وقد يكون الخط طوليا أمامه وهذا جائز صرّه به جماعة من المتأخرين أنه جائز وإنما ذكروا الهلال لأن أحمد نص عليه وقد جاء في بعض الأخبار ما يدل عليه والصورة الثالثة أن يكون الخط طوليا بمعنى أن الخط يكون مستقيم مثل ما تكلمنا في العصة أن العصة يصح أن تكون طولا فهل يصح أن يكون الخط طولا أم لا ذكر محمد بن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع أنه لا يصح أن يكون الخط طولا إذن هذه من الفروق بين الخط وبين الشاخص من العصة ونحوها أن يصح أن تكون طولا بينما الخط صرّح قال عرضا لا طولا وإن كان كلام الشارح فيما نقلوا عنه أنه يصح الخط بأي هيئة أو بأي صفة فإطلاقوا كلام الشارح يقتضي الجواز والذي نص على صاحب الفروع ولم يحكي خلافه أنه لا يكون طولا فيما يعني جزم به صاحب الفروع نعم ولا تجزئ سترة مغصوبة فالصلاة إليها كالقبر قول المصنف ولا تجزئ سترة مغصوبة فالصلاة إليها كالقبر تعبير المصنف رحمه الله تعالى بأن السترة المغصوبة لا تجزئ معنى كونها لا تجزئ يعني أنه وجودها يكون كعدمها وبناء على ذلك فلو مر من ورائها من يقطع الصلاة كالكلب الأسود البهيم فإنه يقطعها ولو كانت السترة موجودة أي السترة المغصوبة وهذا معنى قوله ولا تجزئ فحينئذ لأن الأصل في الإجزاء إنما يكون في الواجبات هذا هو الأصل وإن كان قد يطلق على المندوبات لكن الأصل أنه إذا لأنهم تذكرون في الأصول أنهم يقولون والإجزاء هو ما كان كافيا بعدم لزوم القضاء والإعادة ومعلوم أن المندوبات ومعلوم أن المندوبات لا تقضى لكن في استخدام الفقهة يتساهلون فيطلقونه حتى على المندوبات إذن هذا الأمر الأول في الإجزاء والأمر الثاني أن الإجزاء بحيث تحقق المندوب تحقق المندوب طيب الأمر الثاني نحن قلنا إنه الأمر الثاني تحقق المندوب نقول لا يتحقق بسترة المغصوبة ندب بل صرح الفقهى أن الصلاة إلى السترة المغصوبة مكروه يكره الصلاة إليها إذا تعمد المرأة الصلاة إليها ومن صور السترة المغصوبة أن يأخذ شاخصاً فيجعله أمامه أو أن يصلي إلى دار ليس في الدار المغصوبة وإنما إلى دار مغصوبة فيكون خارج الدار ويصلي إليها وأما لو صلى فيها فمر معنا أن الصلاة على المعتمد باطلة وأما إذا صلى إليها فإنها تكون مكروهة إذن أخذنا من قوله لا تجزئ حكمين أن وجودها كعدمها من حيث أنه إذا مر من يبطل الصلاة فإنها لا تكون مانعة من إبطال الصلاة والحكم الثاني أنها لا تجزئ من حيث الندب بل تكون مكروهة صرح بالكراها منصور وغيره طيب وقول المصنف فالصلاة إليها كالقبري أي فتكون الصلاة إلى السترة المغصوبة كالصلاة إلى القبر وما الذي يترتب على كونها على كون الصلاة إليها كالصلاة إلى القبر نقول مسأل المسأل الأولى ما مر معنا عند العلماء رحمهم الله تعالى أنهم قالوا إن من كان بينه وبين القبر حائل صحت صلاته تذكرون هذه المسألة فكذلك من كان بينه وبين الشاخص المغصوب أي سترة المغصوبة حائل صحت صلاةه وارتفعت الكراها وكان الحائل الذي بينه وبين المغصوب مجزئا حين ذك وهذا المعنى الذي ذكرت لكم هو الذي ذكره ذكره وبناه وبنا عليه صاحب الفرود وهو المراد جزما المعنى الثاني ما ذكره بعضهم أن الصلاة إليها أي للمغصوبة مكروه كالصلاة إلى القبر يكون مكروها كذلك وهذا التشبيه وإن ذكره بعض بعض المتأخرين إلا أن فيه نظرة فإنه تذكر مرة معنا من نص من أهل العلم على أن الصلاة إلى القبر تكون محرمة فلا نقول إن التشبيه يقتضي الحكم من كل وجه وإن نص عليه بعض المتأخرين مثل منصور وغيره لكن صاحب الفرود الذي ذكر أصل المسألة ذكر ما ذكرت لكم من وجه التشبيه وإن كان يحتمل يعني بعض التوجيه لها كذلك الأمر الأخير في هذه المسألة أن الفقهاء فرقوا بينها وبين النجسة وذلك قال وتجزي ونجسة فالنجسة تجز فلو صلى إلى سترة متنجسة أمامه مجزئة لكن لماذا فرقوا بينها وبين المغصوبة وهذا الوجه التفريق هو الذي يسمى عندهم بعلم الفروق لماذا فرقوا بينهما فرقوا بينهما لمعنى لطيف فقالوا لأن السترة حكمها حكم الثوب وإذاك قال بعض الشرح وأصلها الثوب وحيث أن الصلاة في الثوب المغصوب لا تصح فكذلك أيضا لا تصح الصلاة إلى السترة المغصوبة طيب والثوب النجس ما تصح الصلاة فيه لكن الثوب النجس له حد عندهم بأنه ما يتحرك بحركته فحيث كانت السترة منفصلة عنه ولا تتحرك بحركته وليست في بقعته في موضع سجوده فإنها لا تأخذ حكم الثوب بناء على نصهم هناك فحين إذن قالوا أجزأ هذا ما نص عليه يعني من علل لهذه المسألة وذكر أن الأصل هو الثوب نعم فإذا مر شيء من وراء السترة لم يكره نعم يقول المصنف فإذا مر شيء من وراء السترة لم يكره هذا عموما أن كل من كانت أمامه سترة مجزئة ليست سترة غير مجزئة وإنما سترة المجزئة فإن من مر من ورائه معبر مر شيء يشمل الحيوان ويشمل الآدم ويشمل غيره لم يكره ذلك أي لم يكره لا للمصلي فلا يرده المصلي ولا يكرهه للمار كذلك وذلك أنه مر معنا في الدرس الماضي أن المرور بين يدي المصلي حرام وذلك أن المرور بين يدي المصلي له حالتان إما أن تكون بين يديه سترة وإما أن لا يكون بين يديه سترة فإن لم يكن بين يديه سترة فيحرم المرور لما يعادل ثلاثة أذرع وهذه مرت معنا وسيأتي تأكيدها وإن كان بين يديه سترة فإنه يحرم أن يمر المار بين المصلي وبين سترته ولو كانت سترته دون ثلاثة أذرع فإنه يحرم أن يمر دونها ولكن جزله أن يمر وراءها هنا مسألة فقط بسيطة جدا أو يسيرة جدا وهو أن المصلي إذا صلى وكانت السترة تبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع سترته بعيدة لنقول أربعة أذرع أو خمسة فهل المرور فيما جاوز الأذرع الثلاثة وكان دون السترة مكروه أم ليس بمكروه الذي مشى عليه أكثر متأخرين أنه ليس بمكروه وذكر صاحب الغاية اتجاها من عنده أنه يتجه في القريب منهم فقط أي فيتجه في كراهة المرور في القريب وأما إذا جاوزت الثلاثة أذرع فإنه يصح المرور فيما زاد عن الثلاثة وكان دون السترة ولكن مشغور عند المتأخرين ما ذكرت لك وإن مر بينه وبينها أو لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا كقربه من سترة كلب أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى السواد بطلات صلاته نعم بالنسبة للمرور أمام المصلي أود أن أبين أن الأحكام المتعلقة بالسترة ثلاثة أحكام نص على هذه الأحكام جمعا منهم منصور وغيره وهو مرت معنا أكثر من مرة أول هذه المسائل الثلاث قطع صلاة المصلي بالمرور والمسألة الثانية نقصان أجري المصلي إذا مر أمامه أحد ويترتب على هذه المسألة الثانية نقصان الأجر شروع رد الماري الذي يمر أمامه لأنها حركة فلا تكون إلا لإتمام أجر صلاته لا لنقصانها والأمر الثالث إثم الماري الذي يمر أمام المصلي إذن الأحكام ثلاث والتفريق بين الأحكام الثلاث هذا مهم وسيتكرر معنا بعد قليل المسألة التي تتكلم عنها المصنف هي الحكم الأول هل تنقطع الصلاة بمرور أحد أمامه أم لا ذكر المصنف أنه إن مر بينه وبينها أي بين المصلي وبين سترته أو لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا ثم فسر معنا القريب فقال كقربه من السترة يعني مرة بالمسافة التي تكون فيها مسافة السترة وهي ثلاثة أذرع قال كلب أسود بهيم بطلت صلاته فلا تبطل الصلاة بمرور آدمي ولا حيوان إلا بشيء واحد وهو الكلب الأسود البهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة تقطع الصلاة وذكر منها الكلب الأسود البهيم وهو محكم لم ينسخ وذكر منها المرأة ونسخ وذكر منها الحمارة ونسخ فبقي بعد ذلك الكلب الأسود البهيم محكما غير منسخ إذن الذي يبطل الصلاة هو الكلب الأسود البهيم وهذا معنى قوله بطلت صلاته بقي عندنا مسألة ذكرها المصنف وهو قوله وهو ما لا لون فيه سوى السوات هذه الجملة فسر فيها المصنف الأسود البهيم وقبل أن نذكر هذا التفسير يجب أن نعلم أن الأسود البهيم يذكر في كتب الفقهاء في مواضع منها هذه المسألة أنه يقطع الصلاة والموضع الثاني في الصيد أن صيد كلب الأسود البهيم لا يحل مطلقا سواء كان معلما أو غير معلم ومن المسألة كذلك أنه لا يجوز اقتناؤه ويشرع قتله مطلقا فهذه ثلاثة أحكام متعلقة به لماذا ذكرت هذه الأحكام الثلاثة؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحكم إذا أنيط بوصف فإنه لا يتغير بين أبواب الفقه وهذا الذي يجعلنا نرجع إلى كلام المصنف هنا المصنف في هذا الباب قال إن الكلب الأسود البهيم هو ما لا لون فيه سوى السوات أي أنه أسود خالص لا يوجد فيه أي بيض أو غيره من الألوان الأخرى بينما ذكر المصنف في كتاب الصيد من هذا الكتاب نفسه كتاب الإقناع أنه الأسود الذي لا يوجد فيه لون آخر أو كان بين عينيه نكتتان يعني نكتتان من بيض فهناك جعل له صورتان وهنا جعل له صورة واحدة يقول عثمان لما ذكر هذا الاختلاف الموضعين قال والظاهر أن المعتمد هو المذكور في كتاب الصيد وإنما اقتصر هنا في هذا الموضع لأن هذه الصورة هي المشهورة لا أنها هي الوحيدة وهذا الذي استظهره عثمان هو الذي صرح به في الإنصاف فقد صرح في الإنصاف القاضي على الدين مرداوي بأن الكلب الأسود البهيم الذي يقطع الصلاة يشمل الأسود الخالص ويشمل الأسود الذي فيه نكتتان بيضاوان عند عينيه ونحوها إذن هذا مراد المصنف من قوله ما لا لون فيه سوى السواد أي غالبا فهذه أغلب صوره وَلَا تَبْطُرُ الصَّلَاةُ بِمُرُورِ مُرَأَةٍ نعم قلت أنه منسوخ بقصة زينب بنت أم سلم رضي الله عنها حينما مرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وحمار وبغل بغل لأنه متولد من الحمر وشيطان نعم قول المصنف وشيطان لماذا؟ قال المصنف لأن أراد أن يبيّ لنا مسألة أصورية أو علّلها الفقهاء بمسألة أصورية وذلك أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الصلاة يقطع أن الكلب الأسود البهيم يقطع الصلاة علّله بأنه شيطان فهل نقول إن كلما كان شيطانا يقطع الصلاة؟ فهذا يدل على أنه هو العلة نقول لا العلة ليس كونه شيطان بل الشيطان جزء علّة ومعلوم أن العلة صح أن تكون مركبة من وصفين فإذا وجد أحد جزئيها أو أحد أجزائها فإنه لا يناط الحكم به على سبيل الانفراد فالعلّة التي لأجلها حكم ببطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم اجتماع وصفين كونه كلبا وكونه شيطانا مجموع الأمرين ولذلك إذا كان كلبا غير شيطان فإنه حينئذ لا يقطع الصلاة هكذا ذكروا رحمهم الله ولذلك الإخبار عن الحمار أنه شيطان محكم لكن نسخ الوصف الأول فحينئذ الحمار لا يقطع الصلاة وسنور أسود نعم سنور أسود بناء على ما يعتقده بعض الناس مما لا أصل له في الشرع أن السنور الأسود يكون شيطانا نعم ولا بالوقوف والجلوس قدامه نعم ولو بالوقوف يعني أي وقوف وجلوس قدام المصلي فإنه لا يقطع الصلاة لقصة عائشة رضي الله عنها ولو كان هذا الواقف أمام المصلي أو الجالس أمامه كلبا أسود بهيما فإنه لا يقطع الصلاة فلا يقطعه إلا إذا كان مرّا نعم ولا يستحب لمأموم يتخاذ سترة فإن فعل فليس السترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه نعم هذه المسألة ذكرت لكم قبل قليل نحن ذكرنا قبل قليل أنه يترتب على السترة عدم القطع والإمام إذا كانت له سترة فإن المأموم لا تنقطع صلاته عند المسألة الثانية فيما يتعلق بالمرور هذه سنتكلم عنه في كلام مصنف بعد قليل يقول مصنف ولو يستحب لمأموم أي قبل قبل انقضاء صلاة الإمام لأن المأموم إذا انقضت صلاة الإمام وكان مسبوقا فإن ما يفعله له حكم منفلد ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة له منفصل عن سترة الإمام فإن فعل جعل سترة أمامه فليست سترة وبناء عليه فإن المرور خلفها لا يأخذ حكم المرور خلف السترة وذكرت لكم هذا في مسألة السترة المقصوبة قال المصنف لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه هذه الجملة قوله لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه فيها مسألة المسألة الأولى أن قوله سترة لمن خلفه هذا على سبيل الغالب وليس على سبيل الإطلاق لأنه تارة يكون المأموم عن يمين وشمال الإمام ولا يكونون خلفه بل أحيانا قد يكون المأموم سابقا للإمام على مشهور المذهب وليس على المذهب الشافعي الشافعي يجوزونه في بعض الصور واختيار الشيخ تقيدين عند الحاجة هذا لا يهمنا لكن على المشهور قد يكون المأموم سابقا للإمام في صورة عفوا يعني متقدما على الإمام في صورة واحدة وهو في صلاة الليل إذا لم يكن في المأمومين الرجال من يحسن القراءة وإنما معهم رأة تحسن القراءة فتكون إمامة لهم وتكون خلفهم وهذه المسألة طبقت في السنوات السنتين الأخيرتين كثيرا عندما أصبح الناس يصلون في بيوتهم لما جاءت هذه الآفة فمنعت الناس الصلاة وأعرف كثيرا من الناس صلى النساء بآبائهم وإخوانهم وأزواجهم لأنهن كنا يحسن القراءة وأما آبائهم فكانوا كبارا في السن فلم يكونوا محسنين القراءة إذن هذا قوله لمن خلفه المسألة الثانية أن قول المصنف سترة الإمامي سترة لمن خلفه هي ليست سترة مطلقة لأن السترة لتعلق بها ثلاثة أحكام قطع الصلاة وهذا هي سترة له في قطع الصلاة وأما كونها سترة في إثم المار ونقص الأجر فهذا فيه خلاف سيأتي بعد قريب فلا يضر صلاتهم مرور شيء بين أيديهم نعم قول المصنف فلا يضر صلاتهم أي صلاة المأمومين مرور شيء بين أيديهم سواء كان ذلك الشيء من الآدمين أو من غيرهم مما يقطع الصلاة أو لا يقطعها وقول المصنف هنا لا يضر هي نفس عبارة صاحب الغاية وظاهر هذه العبارة وظاهر هذه العبارة أنه لا يضر فلا يقطع ولا يضر فلا ينقص أجر المأمومين كذلك هذه ظاهر عبارة المصنف وحيث كان كذلك أنه لا ينقص أجر المأمومين فبناء عليه فلا يشرع للمأموم أن يرد لأنه لا ينقص أجره وأيضا حكم الثالث لا يأثم المار إذا مر بين صفوف المأمومين هذه ظاهر عبارة مصنف ولا أقول هي منطوقه وإنما الظاهر لأنه قال لا يضر فنفى الضرر مطلقا ولم يقل ولم تقطع فاكتفى بالقطع وإنما قال لا تضر وهذه المسألة فيها خلاف على وجهين عند المتأخرين في حكم المرور أمام المأمومين وهل يلزم أو هل يشرع للمأموم أن يرد من مر أمامه والأمر الثالث هل ينقص أجره إذا لم يمر أم لا فيه وجهان ميل الشيخ محمد بن مفلح وحفيده البرهان بن مفلح إلى أنه يشرع رد المار بين يدي المأموم ويأثم كذلك أي ويأثم المار وتنقص أجر وينقص أجر المأموم إذا لم يرده وهذا الذي إليه ميل هو واضح من حيث استدلاله وسياقه بينما مال ابن نصر الله في حواشيه لعكس ذلك وأن قولهم أن سترة الإمام سترة للمأموم على إطلاقه فحينئذ نقول لا يأثم المار ولا ينقص أجر المأموم إذا لم يرد المار وأقول إن عبارة مصنف قد تدل على قوله بالنصر الله وإن مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم طبعا الذي يقطع الصلاة بين الإمام وسترته والكلب الأسود البهيم قطع صلاته فبطلت وقطع صلاة المأموم فبطلت كذلك لأن صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام فإنها تبطل صلاتهم كذلك باب التبع وله القراءة في المصحف ولو حافظا نعم هذه مسألة مستقلة ومفصلة عن السترة فبدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن القراءة بالمصحف فقال وله وهذه الصيغة تدل على الجواز كما تعلمون فيدل على أنه يجوز له القراءة فدل على عدم التفضيل بين القراءة بالمصحف والقراءة بغير المصحف وهنا لما قال مصنف وله أطلق لكل مصلي سواء كان المصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة وهذا الذي مشع عليه المصنف وهو ظاهر عبارته وهو ظاهر عبارة صاحب أيضا المنتهى بينما نص الإمام أحمد صريح أنه في النافلة فقط وأنه لما سئد عن الفرض قال إنه لم أسمع فيه شيئا ونفيه عن السماع أنه لم أسمع فيه شيئا لا يدل على الجواز ولا يدل على المنع كما قرروا لأنه إنما ورد عن ذكوان مولى عائشة أنه كان يصلي بها رضي الله عنها في النافلة وهذا معنى قوله وله أين المصلي فريضة ونافلة فيما يظهر القراءة في المصحف ولو حافظا قوله ولو حافظا هذا إشارة لرواية نقلها صاحب الفروع فقال إن القراءة في المصحف فيها ثلاث روايات عن أحمد ثالثها أنه يقرأ غير الحافظ وأما الحافظ فلا يقرأ ووجه هذه الرواية أن القراءة في المصحف فيها حركة ولا تناسب مقام الصلاة وهذه الرواية التي نقلها صاحب الفروع لعلها مأخوذ مما نقله إسحاق بمنصور كوسج عن إمام أحمد فإنه قد يعني يفهم منها هذه الرواية لأنه نعلقها بالحاجة والحاجة اللي هو لغير الحافظ وله السؤال والتعود في فرض ونفر عند آية رحمة أو عذاب حتى مأموم النصة ويخفض صوته نعم هذه المسألة في قضية إذا ورد في القرآن آية رحمة فيها ذكر الجنة أو رحمة الله عز وجل وأفعاله جل وعلا أو جاء فيها عذاب إما النار أو عذاب أناس في الدنيا أو فعل الله عز وجل بالمجرمين فإنه يجوز له أن يسأل الله عز وجل من رحمته ويستعيد بالله عز وجل من ناره إذن قوله وله السؤال أي عند آية رحمة والتعود عند آية عذاب في الفرض والنفل معا فليس ذلك خاصا في الفرض والنفل قال المصنف حتى مأموم أي حتى المأموم كذلك نصا أي نص عليه أحمد ذلك فيما نقله الفضل بن زياد أنه قيل لأحمد يدعو بمثل ذلك في الفرض قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه حينما صل مع النبي صلى الله عليه وسلم من باب ربط المتقدم مع المتأخر الفقه يقولون سؤال الله عز وجل من فضله عند الرحمة والاستعاذة من عذابه عند العذاب جائز في الفرض والنافلة بينما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو جائز في النافلة دون الفرض كما مر معنا في الدرس الماضي وقال مرعيب يتجه أن يكون في الفرض والنافلة معا وأما التسبيح فمر معنا أنه جائز كذلك مطلقة فقط مباب ربط كلام المصنف المتقدم مع هذا وقوله يخفض صوته إذا يخفض صوته فلا يرفعه لأن هذا الموضع لا يشرع فيه الجهر لا شك فاصل أركان الصلاة أربعة عشر نعم قول مصنف أركان الصلاة سمها أركانا وبعض الفقه يسميها فروضا ولا مشاحة في الاصطلح قوله أربعة عشر قاعدة ذكرنا أكثر من مرة كل ما كان من باب الأعداد من الأركان والشروط والواجبات وغيرها والسنن وغيرها فإن دليله الاستقراء وقبل أن أبدأ في الاستقراء من باب التأكيد أن الفقه عندما عدوا بعض الأفعال أركانا فإنهم لم يأخذوها عبثا وإنما لأدلة نصية دالة عليه من هذه الأدلة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل وهذا موجود في الصلاة سمى العبادة ببعض أركانها أو وهو القاعدة الثانية أن يسمى الركن باسم كل العبادة فيدل على أن ذلك الأمر ركن في الصلاة فلا يسقط لا سهوا ولا عمد مثل تسمية الله عز وجل الفاتحة صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وسمى الله عز وجل الصلاة ركوعا واركعوا مع الراكعين وسمى الصلاة سجودا وسمى الصلاة قياما قانتين وغير ذلك فدل على أن هذه الأفعال كلها أركام وقول مصنف أربعة عشر بعض العلماء يزيد وبعضهم ينقص والحقيقة أنها متقاربة فبعضهم يجعل الطمأنين في كل ركن ركنا مستقلا وبعضهم جمعها وسيأتي بعض التفصيلات في كلام مصنف وهي ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهو ولا جهلا قوله ما كان فيها أي في الصلاة يخرج ذلك ما كان متقدما عليها وهو الشروط وقوله لا يسقط عمدا ولا سهو ولا جهلا هذا أثر كونها ركن ولكن لا بد من وجوده في التعريف لأننا إذا لم نجعله جزءا من التعريف فإن الواجبات تكون جزءا منها فلا بد من إتيان بالأثر وإن كان المعنيون بالحدود يقول لا بد أن يكون الحد ليس فيه أثره وإنما فيه جزءه وما كان من ماهيته لا ما كان أثرا مترتبا عليه لكن كما تعلمون أن الفقه لهم طريقة مختلفة فإنهم يعرفون الحدود إما بالصور والأجزاء كما ذكر الشيخ تقي الدين وتارة يعرفونه بما ظهر فيه من الأحكام المتعلقة الخاصة به القيام في فرض لقادر نعم هذا هو الركن الأول وهو القيام في فرض لقادر قول مصنف أن القيام ركن نازع في ذلك بعض المتأخرين وهو بن نصر الله فقال بن نصر الله أن القيام ليس ركن وإنما هو شرط لماذا قال هو شرط؟ قال لأنه يجب أن يكون متقدما على الصلاة إذ تكبيرة الإحرام لا تصح إلا وأنت قائم كما سيأتينا وذلك فإننا نعدها شرطا لأن الشرط يكون متقدما ويستصحب ولكي نرفع هذا الإشكال نقول إن القيام في الصلاة نوعا نوع هو شرط لركن ونوع هو ركن في الصلاة فأما النوع الأول الذي هو شرط في الركن فهو القيام لتكبيرة الإحرام فلا تصح تكبيرة الإحرام إلا من قائم قادر على القيام والنوع الثاني القيام في الصلاة بعد ذلك وبهذه الطريقة ينحل الإشكال الذي قد يريده بعضهم في قضية التكبير أهو شرط أم ليس شرطا وينحل أيضا إشكال آخر سيأتينا بعد قريب فنقول إن القيام في الصلاة نوعا شرط لركن شرط لتكبيرة الإحرام وركن مستقل حيث وجب القيام بعد ذلك هذه المسأة الأولى في قوله القيام في فرض قوله في فرض يشمل جميع الفرائض سواء كانت الصلاة صلاة فرض عيني أو كانت الصلاة صلاة فرض كفائي فمن صلى على جنازة صلاة فرض كفائي أو صلى على صلاة عيد صلاة فرض كفائي فإنه يأخذ حكمه كذلك قول المصنف هنا لقادر المصنف لم يذكر من شروط في الأركان كلها وصف القادر إلا هنا فقط والحقيقة أن القدرة هي شرط ليست في القيام فقط بل في جميع الأركان وكل من كان عاجزا عن ركن من الأركان سقط عنه ذلك الركن إما لبدل وإما إلى غير بدل على حسب اختلاف نوعه وبناء على ذلك فإنه نقول إن المصنف حينما قال لقادر فإنه يعود لهذا ولما بعده استصحابا للحكم لا تخصيصا بهذا الفرأ نعم ثم بدأ بذكر مستثنيات الذي لا يلزم لهم القيام فقال سواء عريان نعم وتقدم معنا أنه لا يلزمه ذلك وخائف به أي وخائف به أي بالقيام صورة يخاف القيام أن يكون الشخص خائفا من عدو ويكون مختبئا خلفها لنقول جدار قصير لا يمكنه أن يقوم فإنه لو قام لا رآه العدو فإنه حينئذ نقول يصلي قاعدا على حاله نعم ولمداوات وقص سقف لعجز عن الخروج نعم ولمداوات بأن يكون وقت الصلاة ألزمه المداوي أن يكون جالسا أو أن يكون راقدا اللي يضع دواء في عينه فإنه حينئذ لأجل المداوات يبقى كذلك قال وقصر سقف اللي عاجز عن الخروج كان يكون المرء في مكان لا يمكنه أو محل لا يمكنه الخروج منه لسبب أو آخر كان يقفل عليه مثلا وهذا مكان قصير جدا فإنه يبقى فيه ويصلي من الأمثلة التي كانوا يذكرونها ويعرف ذلك من كان في مزارع العنب العنب دائما يكون محله نازل وذكره قديما فكانوا ربما لو أن امرأة علم أنه إن خرج عنه وأمكنه القيام خرج وقت الصلاة فيقولون يصلي قاعدا في هذه الحال لأن مزارع العنب تكون أمدها طويل وقد يكون مسافات طوالا في بعض المزارع ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه نعم سيأتينا إن شاء الله أن الإمام الحي إذا وجد فيه قيدان أن يكون إمام حي أي إمام راتبا والقيد الثاني أن يكون عاجزا يرجى زوال عجزه ويرجى برؤه عن قرب فإنه في هذه الحالة يصلي جالسا ويصلي خلفه الناس جلوسا فإن اختل أحد هذين الوصفين فلا يصح صلاته إماما بالناس فلا يصح صلاته العاجز عن الركن من الأركان إلا بمثله إلا في هذه الصورة المستثنى فحين إذن يصلي المأمومون جلوسا مع عدم عجزهم وحده ما لم يصر راكعا نعم قوله وحده أي وحد القيام الذي يتحقق به الركنية قال ما لم يصر راكعا ما لم يصر يصر راكعا يعني أن يكون منتصبا أن يكون منتصبا انتصابا لا ينحني معه انحناء يصير به راكعا وما الانحناء الذي يصير به راكع مرة معنا في الدرس القبل الماضي وهو الحناء الذي يمكنه أن يمس بكفيه ركبته وما دون هذا الانحناء بمعنى أنه أقل منه فإنه يأخذ حكم القيام ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق نعم ولا يضر أن يخفض رأسه وحده يخفض الرأس وحده دون الجذع على هيئة الإطراق يعني ينظر لقدميه مثلا فإنه لا يضره ومثل ذلك لو انحنى قليلا دون أن يكون الانحناء على هيئة الركوع والركم منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام نعم بدأ يتكلم مصنف عن القدر الواجب منه على سبيل المدة والزمان أما الهيئة فتقدم معنا قبل قليل وأما المقدار فيتكلم عنه هنا إذن فقوله والركن منه أي والركن الواجب من القيام الانتصاب الانتصاب ذكرتها قبل قليل بمعنى أن يكون قائما منتصبا ولا يضر الانحناء اليسير ولا ينظر الإطراق الذي ذكره المصنف بقدر تكبيرة الإحرام قوله بقدر تكبيرة الإحرام هذا اللي ذكرنا قبل قليل أنه شرط للركن فنجعلها منفصلة وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى هذا هو الركن إن جعلنا هذا الركن منقسم إلى قسمين فنقول إن المصلي يجب عليه أن يقف قبل الركوع بمقدار ما تقرأ فيه الفاتحة وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط نعم لماذا لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام بينما تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة نعم إن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة فقط لأن سقطت عنه قراءة الفاتحة حينئذ كما ثبت من حيث ببكرة وغيرها طبعا تعبير المصنف أنها بقدر قراءة الفاتحة لأن المرء قد يكون وجبت عليه قراءة الفاتحة فيجب قراءتها ولا شك وقد يكون المرء ليس واجبا عليه قراءة الفاتحة لكونه أميا مثلا لا يحسن قراءتها فحينئذ نقول يسبح كما مر معنا بعدد آيات الفاتحة عفوا يقرأ من القرآن بعدد آياتها أو يسبح ولو مرة كما مر معنا ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كريه نعم قوله ولو وقف أحد المصلين في الفريضة دون النافلة لأن النافلة يصح أن يصلي جالسا قال ولو وقف المصلي غير معذور بمرض ونحوه على إحدى رجليه وقف على رجل واحد دون الثانية هذه المسألة فيها وجهان مشى كثير من فقهة مثل ابن الجوزي وغيرها على أنها لا تصح صلاته بل لابد أن يقف على رجليه معا بينما الذي جزم به صاحب الفروع ومن تبعه من المتأخرين على أن ظاهر كلامهم أنها لا تبطل فاعتمد المتأخرون أن الوقوف على إحدى الرجل لا يبطل أنه لا يبطل الصلاة وقوله وظاهر كلامهم لأنهم لم يذكرها وجزم به المتأخرون أنها لا تكون مبطلة وما قام مقام القيام وهو القول وهذا معنى قوله وأجزأه في ظاهر كلام الأكثر في ظاهر كلام الأكثر هذه عبارة صاحب الفروع وذكرت لكم ما معنى قولهم ظاهروا كلامهم لأنهم لم يذكروا هذه المسألة يقابل الأكثر مجموعة من أصحاب أحمد كابن الجوزي وغيره فإنهم ذكروا أنها تبطل الصلاة وأما الأكثر فلم يذكرها فدل على أنها لا تبطل بذلك وإنما يكره وهذا الذي ذكر المصنف أنه ظاهر كلامهم جزم به جماعة من متأخرين المصنف هنا وجزم به صاحب الغاية وجزم به كثيرون كذلك وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفلي فهو ركن في حقه الرقود وهو قادر على القعود وتكبيرة الإحرام وليست بشرط بل هي من الصلاة نعم هذا الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام وهو معنى قوله الله أكبر سبق معنى شروطها أنه يلزم أن تكون بالعربية ويلزم أن تكون مرتبة متوالية كذلك ونحو ذلك من الأمور التقدم وقوله ليست بشرط بل هي من الصلاة هذا إشارة لخلاف أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله وأصحابه فإنهم كانوا يرون أن التكبير في الصلاة شرط وليس ركنا وبنوا على ذلك أحكام متعلقة بهم وأكد المصنف على خلاف قولهم وأن الأدلة تدل على أنها ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تحريم الصلاة فالتحريم يكون منه وقراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم ولكن يتحملها الإمام عنه طيب قول مصنف وقراءة الفاتحة في كل ركعة أي أنها ركن من الأركان وهو الركن القولي الوحيد للصلاة هو قراءة الفاتحة وهذه القراءة الفاتحة من كان عاجزا عنها فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى بدلها وتقدم معنا قبل قليل الإجاز في معنى البدل وهو أن يقرأ من القرآن ما يعادلها فإن كان عاجزا عن قراءة القرآن فإنه يسبح ويهلل كما مر معنا ولو مرة واحدة وقوله على الإمام والمنفرد هذا واضح فإنه يجب عليهما القراءة باللسان ولا بد من تحريك اللسان والشافتين كما مر معنا وهل يلزمه أن يسمع نفسه مشهور المذهب نعم يلزمه أن يسمع نفسه وتقدمت هذه المسألة قوله وكذا على المأموم لكن يتحملها الإمام عنه هذه المسألة أوردها المصنف وغيرهم المتأخرين لا يذكرونها فالمنتهى والغاية يقولون هي واجبة على الإمام والمنفرد ويسكتون ولا يقولون إن المأموم واجب عليه قراءة الفاتح فيرون أنها تسقط عنه بالكلية لكونه مأموما حين ذاك ولكن المصنف ذكر أنها واجبة عليه لكن تحملها الإمام عنه لكن تحملها الإمام عنه هل لهذا ثمرة أم لا لم يظهر حقيقة لم أقف على أحد من الفقه ذكر أن لهذا التعبير الذي أورده المصنف أو ذكره صاحب منتهى ثمرة قد يتكلف بثمرة معين لكنني لم أقف على أحد النص عليها ولا أريد أن أتكلف شيئا لم أقف على من نص عليه نعم والركوع إلا ما بعد أول في كسوف وتقدم المجزء منه نعم يقول المصنف والركوع ركن في الصلاة وركن فعلي إلا ما بعد أول في كسوف صلاة الكسوف فيها أكثر من ركوع ركوعان ويجوز أكثر من ركوعين الأول من الركوعات هو الركن وما زاد عن الركوع الأول فليس ركنا وإنما هو من دوب ويترتب على ذلك أحكام منها في قضية متى تترك الصلاة ونحو ذلك فالركوع الأول هو الركن والباقي يكون من دوبا والاعتدال بعده فداخل فيه الرفع منه وتقدم المجزء منه نعم قول المصنف وتقدم المجزء طبعا في الركوع سبق وتقدم المجزء أيضا في الاعتدال كذلك طيب هنا مسألة تحتاج إلى بعض التفصيل يقول المصنف رحمه الله تعالى والاعتدال بعده أي بعد الركوع هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة قال فدخل فيه الرفع منه المسألة الأولى عندنا في قول المصنف والاعتدال بعده أي والاعتدال بعد الركوع الذي يعتبر كونه ركنا لأننا في الركن الرابع ذكرنا أنه الركوع إلا الركوع الذي يكون سابقا له ركوع أول في صلاة الكسوف فليس ركنا فالاعتدال لا يكون ركنا إلا إذا كان الركوع الذي قبله ركنا وأما إذا كان مندوبا وأشار إليه المصنف فإن الاعتدال منه يكون مندوب لأن التابع تابع إذن هذا كلمة بعده يعود للركوع الذي يكون ركنا هذه المسألة الأولى المسألة الثانية في قول المصنف فدخل فيه الرفع منه المصنف ذكر ركنا واحدا وهو الاعتدال وقال إنه يشمل أمرين يشمل الرفع والاعتدال معا بينما جماعة من أصحاب الإمام أحمد كصاحب المنتهى والغاية تبعا لما ذكره صاحب الفروع أن الاعتدال ركن وأن الرفع من الاعتدال ركن أخر فيجعلونهما ركنين وما الفرق بين الركنين الاعتدال يكون سابق للرفع الرفع يكون سابق للإعتدال الرفع يكون سابقا للاعتدال فالرفع هو أن يرتفع من ركوعه حتى يستتم قائما والاعتدال هو أن يستتم قائما وفائدة ذلك أن وكان مفروض أن نذكر هذه القاعدة السابقة لكن هنا مناسبة أن عندنا قاعدة أن كل الأركان الفعلية في الصلاة لا يشترط قصدها وإنما يشترط عدم قصد غيرها فهذه قاعدة مهمة تفيدنا هنا جميع الأركان الفعلية لا يشترط قصدها لا يشترط أنك تقصد الركوع وتقصد السجود لماذا لا يشترط قصدها؟ لأننا قلنا أن النية في أول الصلاة مستصحبة في أثناء الصلاة كلها فلا يلزم أنك تنوي ركوعا وسجودا وقياما من ركوع وغيرها لكن ما الذي يشترط؟ يشترط عدم قصد غيرها فلا تهوي بقصد تناول شيء أو يسقط وهكذا من غير قصد ونحو ذلك أو يهوي لغرض معين فيقصد شيئا آخر غير الركوع وغير السجود يترتب على ذلك هذه الفائدة هنا أن الاعتدال ركن والرفع ركن فقد يرفع المرء من ركوعه إلى اعتداله ويكون قاصدا شيئا آخر مثل يسمع صارخا فيفز مثلا فيكون رفعه حينئذ من غير قصد قصد غير الصلاة فحينئذ يقولون يلزمه أن يكون رفعه لأجل الركن وهذه فائدة التفريق فجعلهم ركنين الرفع ركن وجعل الاعتدال ركن إذن فائدته ليس لأجل قصد الركن وإنما فائدته لكي نحكم بأن من رفع رفعا لم يقصد به لم يقصد به الرفع من الركوع فإنه يلزمه إعادته لأن عدم القصد يفسد ذلك الركن إذن هذا ما يتعلق بالرأيين ورأي صاحب الإقناع ذكر ابن العماد أنه قول أكثر الأصحاب أنهم يعدونه ركنا واحدا ولكن تفصيل صاحب المنتهى والغاية يعني قد يكون فيه تفصيل أفسع وقل المصنف وتقدم المجزئ منه المجزئ من القيام تقدم معنا ثم ذكر فائدة قال ولو طول الاعتدال لم تبطل سبق الإشارة إلى أن الاعتدال من الركوع السنة عدم إطالته السنة عدم إطالته وذكرت لكم أن من أهل العلم أن يقول أن من علامة صلاة الفقيه أن لا يطيل الاعتدال من الركوع وأن لا يطيل الجلسة بين السجدتين وهذه مسألة مشهورة موجودة في عدد من الكتب يشيرون لذلك ذكر مصنف أنه لو طول الاعتدال لم تبطل صلاته وهذا صحيح وللشيخ تقيدي الرسالة طبعت مؤخرة من سنتين تقريبا في أنه يشرع تطويل الاعتدال من الركوع وقد جاء في حديث البراء ذلك أن اعتداله من الركوع كان نحوا من ركوعه قال الشيخ تقيدي ومعنى قوله كان نحوا من ركوعه ليس مثل ركوعه بالطول وإنما معناه لما أطال في ركوعه أطال الاعتدال بالنسبة والتناسب بلغتنا المعاصرة لا معنى مثل نحو يعني لما أطال أطال مثل لما أطال القيامة أطال الركوع فلا يكون مثله في الطول وإنما أطاله بالنسبة لماذا ذكرت كلام الشيخ تقيدي لأن الشيخ مرعي ذكر اتجاها من عنده أن هذا الطول الذي لا يبطل قال يتجه المراد بطول الاعتدال أن يكون نحو قيامه لا مطلقا فمفهوم كلام مرعي أن الطول مقأقصاها أن يكون بمثل طول قيامه قبل الركوع لا مطلقا فإنه يكون مبطلا والحقيقة أن كلامه فيه نظر لا شك واضح فإن الحكم بالإبطال لم يسبق إليه ولذلك قال عبد الحي وفيه بعد أي وفيه كلام مرعي بعد ولا شك أنه واضح بالبعد الذي ذكره وهو في محله نعم والسجود والاعتدال منه والجلوس بين السجزتين يعني بس هنا بقي عندي في مسألة وتقدم المجزئ منه يعني المجزئ هم القيام صفة القيام وذكر أيضا مرعي تجاها وافقه عليه عبد الحي أنه يتجه احتمال أن أقل الاعتدال هو عوده للهيئة المجزئة قبل الرقوع الهيئة المجزئة ولا يلزم أن يزيد عن ذلك نعم والسجود والاعتدال منه نعم الركن السادس السجود وتقدم والركن السابع الاعتدال منه طيب والثامن شوف عندنا هنا في الركن السابع والثامن فقط لكي نفهم عبارة الفقهة المصنف هنا عبر بالاعتدال وصاحب المنتهى عبر بالرفع والفرق بينهما أن الرفع هو الفعل الانتقال من السجود إلى الجلوس وتعبير صاحب المنتهى حقيقة أدق من تعبير المصنف فالتعبير بالرفع أدق لأن الركن هو الرفع وقبل أن أعترض على كلمة الاعتدال أو أذكر اعتراض أهل العلم وإرادهم على كلمة الاعتدال هنا لما جعل الرفع ناسب أن يكون هناك رفع أيضا في الركوع فتجعل الركنين بدل الركن واحد فتكون طريقة صاحب المنتهى هناك أنسب لكي تكون مناسبة لهذه طيب نرجع لكلمات المصنف حينما عبر المصنف رحمه الله تعالى والاعتدال منه ذكر منصور في الروض المربع وليس في شرحه على الإقناعه الكشاف نكتة لطيفة فقال قول المصنف والاعتدال منه أي والاعتدال قوله والاعتدال منه أي والرفع منه فجعل منصور أن الاعتدال هو الرفع وأنه هو مراده ثم قال المصنف الذي هو منصور ويغني عن قوله والاعتدال منه قوله والجلوس بين السجدتين لماذا قال يغني قال لأنك أنت ترى أن الاعتدال من الركوع يدخل فيه الرفع طيب طيب الاعتدال من السجود هو نفسه الجلسة هو نفسه الجلسة بين السجدتين فحينئذ يدخل فيها الرفع وعلى ذلك فتكون الأركان 13 في الحقيقة لأن الاعتدال بالمعنى الذي فسره به المصنف قبل الاعتدال من الركوع لو أردناه بنفس التفسير هنا فإنه يكون داخلا في الجلوس وإن أردت أن تجعله ركن مستقلا فعبارة صاحب المنتهى أدق حينما قال الرفع فيكون ذلك أدق والطمأنينة في هذه الأفعال بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون وكذل مأموم بعد انتصابه نقف هنا قبل كذل مأموم هذا الركن التاسع وهو الطمأنينة والأدلة عليه متواترة الشيخ تقي الدين في رسالته القواعد النورانية أو المطبوعة باسم القواعد النورانية لأن هذا ليس اسمها أطال في ذكر إثبات أن ركنية الطمأنينة متواترة تواترا معنويا في الشريعة قوله في هذه الأفعال تعبير مصنف بهذه الأفعال يدلنا على أن كل ركن من أركان الصلاة إذا كان فعليا فتلزم فيه الطمأنينة إذن الطمأنينة شرط في الأركان الفعلية وأما القولية فإن الطمأنينة فيها غير متصورة بناء على المعنى الذي سيأتي المسألة هي محل إشكال قوله بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدناس سكون هذه الجملة أتى بها المصنف لبيان مقدار وصفة وضابط وحد الطمأنينة فذكر المصنف أن الذي يصلي ويأتي بأحد الأركان الفعلية له حالتها الحالة الأولى أن يكون الركن الفعلي الذي يفعله فيه ذكر واجب فحينئذ يجب عليه لكي يتحقق الطمأنينة من فعل أمرين السكون وإن قل وهو أدنى السكون والقيد الثاني أن يكون بمقدار الذكر الواجب عليه هذا إذا كان فيها ذكر وأما إذا كان المحل لا ذكر فيه ليس فيها ذكر فإنه في هذه الحالة يكتفى بأدنى سكون بأدنى سكون أفهم كلام المصنف ثم سأنزله تتضح من كلامه إذن له حالتان نفرق بين الركن الفعل الذي فيه ذكر والركن الذي لا ذكر فيه فالذي لا ذكر فيه يكتفى بأدنى سكون من إذا أخذنا هذا كلام المصنف انظر معي يقول بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر ناسيه ستأتي بعد قليل بقدر الذكر الواجب لذاكره هذا الركن الذي فيه ذكر وأما الركن الذي لا ذكر فيه فقوله وكذا لمأموم بعد انتصابه من الركوع أي وكذا المأموم لما كان في ركن لا ذكر فيه لأن المأموم لا يذكر في ذلك الركن شيئا فإنه يكفيه أدنى سكون أي أقل السكون إذن هذا كلام المصنف وهذا واضح المسألة الثانية أن الركن الذي فيه ذكر ذكر المصنف أن له حالتين إما أن يكون ذاكرا للذكر وإما أن يكون ناسيا للذكر فكونه ذاكرا للذكر فإنه يذكر الذكر الواجب عليه فيتلفظ به وأما الناس الذي نسي أن عليه ذكرا واجبا فيقول المصنف يجب عليه حينئذ أن لا يمكث مقدار الذكر الواجب لأنه ناسيا له وإنما يكفيه أن يمكث فيه أي في الركن الفعلي أدنى السكون إذن هذا كلام مصنف من أين أخذنا هذه الجملة الثانية قوله بقدر الذكر الواجب لذاكره أي لمتذكر أنه واجب عليه ذكر واجب مثل التسبيح في الركوع والسجود ومثل قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأمون ولناسيه أي ولناس أن عليه ذكرا واجبا بقدر أدنى سكون فيقف سكونا يسيرا حيث يعود فيه السكون أعضاء ثم بعد ذلك ينتقل الركن الذي بعده إذا عرفت هذا التقسيم الثنائي ثم الثنائي في الموضع الأول فقد اعترض جماعة من المحققين على كلام مصنف فذكر منصور أن التفريق بين الناس والذاكر لم يسبق له المصنف فقال هذا يقول منصور وهذه التفريقة ليست في المبدأ ولا في الإنصاف ولا في الفروع ثم قال والركن لا يختلف بالذكر والنسيان الأصل أن الذكر الركن مقداره واحد لا نفرق بين الذاكر والناس في النسيان وثم ذكر أن عبارة صاحب المنتهى السكون وإنقل وأن في التنقيح أن العبرة بأن يكون بمقدار أقل الواجب فجعل الأول العبرة بالسكون والثاني جعله بمقدار أقل الواجب ما الثمرة باختصار الثمرة باختصار هي ما ذكره ابن بهاء الدين البغدادي في شرحه على الوجيز قال أن الثمر في ذلك أن الشخص إذا نسي أن عليه ذكرا واجبا ثم مكث أقل سكون ولم يمكث بمقدار الذكر الواجب وعرفنا أن الذكر الواجب إما تسبيحه في الركوع أو سجود أو قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين أو قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد إذا نسي أنها واجبة عليه ولم يمكث بمقدارها وإنما مكث أقل السكون فعلى كلام صاحب الإقناع يكون قد ترك واجبا فقط فيجبره بسجود سهو وعلى ظاهر كلامهم يكون قد ترك ركنا وهو الطمأنينة لأن الطمأنينة حدها أن يمكث بمقدار الذكر الواجب ولم يمكثه وإنما مكث بمقدار أدنى السكون لأن الركن فيه ذكر واجب ولم يمكث فيه فحينئذ بطلت صلاته وهذا الملحظ نبه له ابن البهاء رحمه الله تعالى في كتابه فتح الملك العزيز وهو ناقص لكن سيطبع قريبا إن شاء الله كاملا أرجع لكلام مصنف يقول مصنف والطمأنينة في هذه الأفعال بقدر الذكر الواجب لذاكره قوله بقدر الذكر الواجب يعني أنه إذا كان الركن فيه ذكر واجب القيام فيه فاتحة والركوع فيه تسبيحة والاعتدال من الركوع فيه قول ربنا ولك الحمد الإمامي والمنفرد فقط والسجود فيه تسبيحة والجلسة بين السجدين فيه قول رب اغفر لي فيجب أن يكون بمقدار هذا الذكر إن كان ذاكرا له قال المصنف ولناسيه أي ولناسي الذكر ناسي وجوب الذكر عليه في الركن الذي فيه ذكر واجب بقدر أدنى سكون بمعنى أنه يجب عليه مطلق السكون وإن قل ذلك السكون فيجب مطلق السكون بأن يسكن في مكانه ولو كان بمقدار ثانية أو نحو ذلك ثم قال المصنف وكذا قوله وكذا أي ويجب أدنى السكون كذلك إذن وقوله وكذا أي ويجب أدنى السكون كذلك لمأموم بعد انتصابه من الركوع لأن هذا هو الركن يكاد الوحيد الفعلي الذي ليس فيه ذكر واجب وهو أن المأموم كما تعلمون يجب عليه للانتقال من الركوع لحال الاعتدال يجب عليه أن يقول ربنا ولك الحمد في الانتقال بينهما فإذا اعتدل فإنه ليس فيه ذكر واجب الواجب عليه هو التحميد ومحله سبق بل على المشهور مذهب كما تقدم معنا ولا مستحب فلا يستحب أن يقول ملأ الحمد كثيرا طيبا باركا فيه ملأ السماوات الآخرة لا يستحب ذلك وذلك فهذا الركن الوحيد الفعلي الذي لا ذكر فيه وذلك الواجب إنما هو أدنى السكون فيقف ولو ثانيتين أو ثلاثا بحسب ما يكون به أدنى السكون وانعبرت بالثاني لا على سبيل التحقيق وإنما تمثيل لا أدري أصحى ذلك قال لأنه لا ذكر فيه فهذا هو الركن الذي لا ذكر فيه طبعا القيام فيه ذكر والقيام فيه قراءة الفاتحة كما تعلمون والتشاهد الأخير والركن منه ما يجزئ في التشاهد الأخير نعم هذا الركن العاشر وهو التشاهد الأخير قال مصنف والركن منه ما يجزئ في التشاهد الأول يعني ما يجزئ أن يقال في التشاهد الأول وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا ولا عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أن محمدا عبده ورسوله هذه الصيغة أخذها الفقهة رحمه الله تعالى من الصيغة المختلفة التي وردت في صفة التحيات فقالوا ننظر فنجمع الألفاظ التي اتفقت الأحاديث على إرادها فنذكرها فجاء الصيغة المتفق عليها بهذه الطريقة التحيات لله طبعا لفظة والصلوات والطيبات لم ترد في جميع الألفاظ هنا سلام عليك بعض الألفاظ بالتنكير وبعضها بالتعريف والتعريف زيادة فيكتفى بالتنكير عليكم سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وردت في بعض الألفاظ دون بعضها فلا يلزم ذكرها سلام أي بالتنكير لأنها وردت في لفظ بالتنكير علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما يلزم أن يكرر لفظة أشهد أخرى لأنه ورد في بعض الألفاظ كذلك قال أو يقول أو أن محمدا عبده ورسول هذا جزم به أغلب أصحاب أحمد المتأخرين منهم صاحب المنتهى والغاية وغيرهم جزموا بذلك نعم قال المصنف قال الشارح قلت وفي هذا القول نظر وهو كما قال نعم قول المصنف قال الشارح يعني ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير قلت وفي هذا القول نظر لماذا قال قلت أكد عليها شوف ابن أبي عمر في الشرح الكبير إذا أراد أن يميز كلامه من كلام شيخه قال قلت ويقولون أن الشرح الكبير فيه خمس أمور تميز بها عن المغني من هذه الأمور زيادات ذكرها هو وغالبها وليس كلها لأن ربما وقفت على موضع أو موضعي لا أدري الآن زادها وليست موجودة في المغني ولم يقول قلت لكن كثير منها يقول قلت قلت أيضا من فوائد التي زادها صاحب الشرح أنه يميز كلام شيخه وعمه كذلك وعمه وشيخه الموفق ابن قدامه فيذكر اختياراته التي يحكيها اختيارا له وليست حكاية عن وجه المذهب إذا قول مصنف قلتور فائدة أنه يبين أنها ليست نقلا عن غيره وإنما هو من كلام الشارح وفي هذا القول نظر ما هو النظر الذي أورده الشارح وجه النظر أن قاعدة الإمام أحمد وأصحابه أن الأصل في الأذكار التوقف وأنه لا يجوز التلفيق بينها كما مر معنا لا يجوز أن تجمع الزيادات فتقول أريد أن آتي بالأفضل بل يقول إن هذا مبطل للصلاة فعكسه كذلك الاقتصار على الوارد يكون مخالف لقاعدتهم قاعدة أحمد ومتقدم أصحابه رحمهم الله تعالى وهذا معنى قوله فيه وفي هذا القول نظر وهو الاقتصار على الوارد وهذا التنظير الذي ذكره ابن أبي عمر جزم به المصنف وذلك قال وهو كما قال وقبل ذلك القاضي على الدين المرداوي فإنه ذكر في التصحيح أن تنظير الشارح قوي جدا وأن الأولى أن يقتصر على أي لفظ من الألفاظ الواردة وهذا متجه كلامهم ولكن كما ذكرت لكم أن طبعا قول المصنف وهو كما قال هي عبارة صاحب الفروع بنصها طبعا ولكن يعني الغالب مشى على المتأخر ومشى على ما ذكره المصنف نعم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعده نعم أي بعد التشاهد الأول وهذا هو الركن الحادي عشر والفرق بين المؤلف والصاحب المنتهى أن صاحب المنتهى جعل التشاهد الأخير مكونا من التحيات ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهما ركنا واحدا لأنه سبق معنا أنه قسم الاعتدال لركنين وجعل هذا ركنا واحدا والمصنف جعلهما ركنين نعم والركن منه اللهم صلي على محمد نعم قوله والركن منه اللهم صلي على محمد أي يكفي هذه اللفظة عندنا في هذه اللفظة جملتان لماذا اقتصر عليه نقول لي أنها هي الدالة على الصلاة فكيف نصلي عليك فدل على أنه تجب الصلاة بصفتها كونها صلاة فيقتصر على هذا اللفظ اللهم صلي على محمد عندنا مسألة ثانية لم يتكلم عنها كثير من أنفقها وهي قضية أضمار الاسم المظهر هل يصح أن المرأة في صلاته سواء أتى بالصلاة الإبراهيمية أو أتى بالصيغة المقتصرة اللهم صلي على محمد أن يقول بدل اللهم صلي على محمد اللهم صلي عليه لم يذكره أغلب الفقهة بهذا النص ولكن ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجزئ لا يجزئ ذلك لأنهم قالوا الركن منه أن يقول اللهم صلي على محمد وهذا الاستظهار الذي ذكرت لكم وجدت أنه قال به الخلوة في غير مضنته في موضع آخر فيما أذكر أظن في المنتهى على حاجة المنتهى نسيت الآن فلذلك لا بد من الاتيام باسم محمد صلى الله عليه وسلم الشافعية يتوسعون ويقولون حتى الخطبة على المنبر لا بد من تسمية محمد صلى الله عليه وسلم وذلك إذا قلت اللهم صلي عليه وسلم فإنها لا تكون مجزئة عندهم في الخطبة وهل هي عندنا كذلك؟ نقول ليس كذلك لأن الصلاة الأصر فيها التوقيف فلا بد من إظهار اسمه وأما الخطبة فالمقصود الصلاة عليه وليست تسميته وأما هنا فإن تسميته لأنه واردة في النقل فيجب أن نفرق وهذا هو ظاهر المذهب وإن لم يصرح به بين إظهار اسمه وإضماره في الخطبة أي خطبة الجمعة وبين إظهار اسمه وإضماره في الصلاة المفروضة أو النافلة نعم الركن الثاني عشر نعم قول مصنف والجلوس له الجلوس للتشهد والحقيقة أن عبارة مصنف فيها نظر والصواب أن يقول والجلوس للتشهد وللتسليم فإن التسليمتين يلزم أن يجلس لهما فعبارة مصنف فيها قصور نعم والتسليمتان أي والتسليمتان تكونان ركن من أركان الصلاة وقول المصنف والتسليمتان مراده في الفريضة وأما النافلة فإن الواجب كما رجح فإن الركن منها إنما التسليمة الأولى فقط دون الثاني كما سيأتي وقول المصنف التسليمتان إشما ذلك قلنا الفريضة سواء كانت صلاة فريضة عينا أو صلاة فريضة كفائية أو كانت الصلاة منذورة كما جزم به مرعي وهو الذي جزم المنذورة وإن لم ينص عليه غيره أن كلما كان فريضة فإنه يجب فيه تسليمتان لا تسليمة واحدة إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكل ونافلة نعم أما الجنازة فسيأتينا تفصيلها إن شاء الله وكلام أهل العلم أن تسليمة ثانية ليست لازمة وسجود التلاوة والشكر والنافلة لأنها من صلوات النافلة طبعا قول مصنف إلا يعني هذه لا يلزم فيها تسليمتان فما الذي يجب تجب أو تلزم تسليمة واحدة تكون ركنا والتسليمة الثانية لا تكون ركنا وهذه المسألة قبل أن ننتقل في كلام المصنف فيها خلاف عند المتأخرين على قولين القول الأول أن التسليمتان ركن في الفريضة وأما النافلة فالركن هو واحدة والثانية سنة وهذا الذي ذهب إليه المصنف صاحب الإقناع ووافقه صاحب الغاية بينما ظاهر قول صاحب المنتهى أن التسليمتين ركن في الفريضة والنافلة وسليذكر مصنف ما يؤيد قوله بعد قليل من أن الصواب ما رجحه هو وأن الركن في النافلة إنما هو التسليمة الأولى دون التسليمة الثانية فتجزئوا فتجزئوا واحدة على ما اختاره جمع من أي جمع من أصحاب أحمد من المتأخرين أن هذا كما قال منصور هو ظاهر كلام صاحب الفروع والمبدع والتصحيح وجزم به بعد المصنف صاحب الغاية منهم المجد طبعا ما ذكرت هنا قال في المغني والشرح لا خلافة أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة نعم قول مصنف لا خلافة هذا نفي من الموفق وابن نبي عمر لأنه لا بد من يكتفى بتسليمة واحدة في النافلة قال القاضي رواية واحدة نعم هذا النقل عن القاضي يؤيد أن المرادة بالخلاف الخلاف داخل المذهب وعبارة القاضي كما نقلها صاحب الإنصاف قال التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة ونحن نقول رواية واحدة بمعنى أن الرواية الأخرى غير ثابتة أو غير منقولة فحينئذ يكون نفيا للرواية الأخرى هذا الكلام المصنف تأييد لقوله خلافا لما هو ظاهر كلام صاحب المنتهى حيث ظاهر كلام المنتهى أن كل التسليمتين لازمة نعم قال وهما من الصلاة انتهى انتهى النقل عنهم وهما من الصلاة والترتيب نعم وهذا من الصلاة وهما من الصلاة يعني فيكونان جزءا من الصلاة لأنها أركان قول مصنف والترتيب هذا هو الرقم الرابع عشر والمراد الترتيب بين الأركان وواجباته التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا نصا ولا تبطل به ويجبره السجود ثمانية نعم قول مصنف واجباته أي واجبات الصلاة التي تبطل بتركها عمدا إذ تعمدها بطلت وتسقط سهوا وجهلا نصا أي نص أحمد على ذلك وهذا فيما نقله صالح في مسائله قال قلت ما تقول في الصلاة المكتوبة من ترك من التسبيح في الركوع والسجود ناسيا أو عامدا فقال أحمد إذا عمد أو عمد لشيء من تركها أعاد الصلاة وإن كان ساهيا فأرجو وإذا كان ساهيا فأرجو وإذا ترك تشهد عامدا أعاد فهذا نص من أحمد في التفريق في هذه الواجبات بين السهوي وبين العمد نعم هذا هو نص أحمد وقوله ولا تبطل به أي حال السهوي والجهل ويجبره السجود ويكون السجود حينئذ أي سجود السهوي واجبا عليه لأن ترك الواجبات سهوا من الواجب كما سيأتي لنا في الدرس القادم وقوله ثماني هذا دليلها الاستقراء كما تعلمون نعم التكبير في محله نعم قوله التكبير أي غير تكبيرة الإحرام لأن التكبيرة الإحرام سبقت فكأنه يقول التكبير ما على تكبيرة الإحرام وقوله في محله في ظرفية أي يلزم أن يكون التكبير في محله الذي سيدكره بعد قليل وقد سبق معنا أن المرء إذا أراد أن يكبر تكبيرات الانتقال فلا يخلو من حالات الحالة الأولى أن يكون ابتداؤه وانتهاؤه في المحل بين الركنين الحالة الثانية أن يكون ابتداؤه قبل المحل وانتهاؤه فيه الحالة الثالثة أن يكون ابتداؤه فيه وانتهاؤه بعده الحالة الرابعة أن يكون ابتداؤه وانتهاؤه قبله أو بعده الحالة الأولى صحيح لا شك فيه والحالة الرابعة يكون ترك الواجب بلا شك بقية الحالة الثانية والثالثة سيذكر مصنف كلاما وسأذكر عليه تعليقا فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهاء لم يجزئ نعم يقول مصنف وهذه الصورة الثانية والثالثة فلو شرع فيه أي لو شرع في تكبيرة الانتقال قبل انتقاله قبل المحل بين الركنين أو كمله بعد انتهائه يعني ابتدأ به في أثنائه ونهاية التكبير بعده حينما استتم قائما ففي الحالتين يقع بعض التكبير إما أوله أو آخره في غير المحل قال لم يجزئه فيكون كأنه ترك تكبيرة الانتقال بالكلية وهذا الذي ذكره المصنف مشى عليه جماعة من أصحاب أحمد من المتأخرين صاحب المنتهى وغيره ولكن جزم جمع من المحققين بخلاف ذلك فقد جزم بالرجب رحمه الله تعالى في فتح الباري أن هذا القول فيه مشقة عظيمة على الناس وتكون سببا في وجوب سجود السهو على أكثر الناس فأكثر الناس لا يستطيع ضبط هذه المسألة وليس هذا متوافقا مع معاني الشريعة ولذلك فإن القاضي على الدين المرداوي رحمه الله تعالى في التصحيح صوب أن التكبير إذا كان أوله قبل المحل وآخره فيه أو كان أوله في المحل وآخره بعده فإن الصلاة صحيحة ويكون قد فعل الواجب وأجزأه ثم إن صاحب التنقيه وهو صاحب التصحيح نفسه استظهر هذا القول قال وهو أظهر وتبعه جماعة من المتأخرين ومنهم الشويكي وغيره إذن في القول الثاني وجه عند المتأخرين قوي جزم به جماعة من محققيهم ويعني إن لم نقل به قد نقول أكثر من نصف المسجد يجزمهم سجود السهو لأنه ربما أتى برفض الهمز قبل المحل أو أتى بالرأي بعده وإذلك قول الفقهاء هذا أدق من قول الفقهاء الأوال نعم كتكميله واجب قراءة راكعة نعم يقول مصنف كتكميله واجب قراءة راكعة مثلا واجبت عليه قراءة الفاتحة فأكملها حال ركوعي نقول لا يجزئه نعم أو شروعه في تشاهد قبل قعوده فكذلك لا يجزئه طبعا الكاف هنا كافة تشبيه لا كافة تعليم وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه نعم هذا الصورة المتفق عليها أنه لا يصح أن يكون تكبير الانتقال قبل المحل أو بعده ما يصح جزما لا يشك في ذلك نعم ويجزئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه نعم هذا مسألة تكبير الانتقال في محله مجزئة لكن لها صورتان الصورة الأولى أن يستوعب المحل كله فيبدأ لفظ التكبير الله لفظ الألف أو المد يأتي به مع أول المحل وينتهي بالراء في آخره هذا استيعاب المحل هذا استحبه بعض أهل العلم وبعضهم قال إنه لازم كما نقل عن بعضهم كالمجد وغيرها والحق لأن فيه حرج بل إن قول أهل العلم إن التكبير جزم يخالف ذلك الصورة الثانية أن يكون فيه إما في أوله أو في آخره فهو مجزئ وهذا صرح به المصنف قال ويجزئه فيما بين فيما بين لا يلزم استيعاب ابتداء الانتقال وانتهائه لأنه في محل فلا يلزم الاستيعاب فيجزئ وسكت عن استحباب استيعاب المحل غير تكبيرتي إحرام طبعا بس هنا فائدة يعني بس ذكر بعض بعض أهل العلم أنه حيث قلنا إنه لا يلزم الاستيعاب فهل الأفضل أن يكون في أوله أو في آخره قالوا لا فرق إلا في صورة واحدة إذا كان إماما فالإمام الأفضل له أن يكون تكبير الانتقال في آخر محله لأجل أن لا يوافقه المأمومون ما نقول سابقه بل يوافقه المأمومون والموافقة مكروهة والمسابقة محرمة هنا لا تصور مسابقة وإنما يكون موافقة غير تكبيرتي إحرام وركوع والركوع مأموم أدرك إمامه راكعا فإن الأولى ركن والثانية سنة نعم هذه الصورة يكون تكبير الانتقال ساقطا ليس واجبا وإنما يكون سنة صورة واحدة فقط قال تكبيرتي إحرام وركوع مأموم أدرك إمامه راكعا الصورة الوحيدة التي يكون تكبير الانتقال سنة وليست بواجبة المأموم إذا دخل مع الإمامه راكع فإنه يكبر التكبيرة الأولى تكون تكبيرة إحرام التكبيرة الثانية في حقه سنة وليست بواجبة فتكون الأولى مجزئة له وهنا فائدة مهمة في قول مصنف فإن الأولى ركن والثانية سنة لما عبر أن الأولى ركن يدلنا على مساء المسأل الأولى أنه يجب أن يأتي بها على هيئة الركن فيجب أن يكبرها قائما لأن تكبيرة الإحرام لا ترزو إلا أن يكون قائما الأمر الثاني أنهم يقولون يلزم أن تكون التكبيرة الأولى بنية تكبيرة الإحرام ولا يصح أن ينوي بها تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال للركوع فإنها حينئذ تكون باطلة لأنها لا تقبل التشريك في النية بل لا بد أن يقصد الإحرام وحدها ولا يقصد معها شيئا آخر ولا تنعقد حينئذ صلاته فتكون صلاته غير صحية والتسميع لإمام ومنفرد نعم هذا الواجب الثاني التسميع قو سميع الله لمن حميده للإمام والمنفرد فقط دون المأموم والتحميد للكل التحميد قو ربنا ولك الحمد للجميع لكن الفرق أن المأمومة يقولها بين الركنين وأما المنفرد والإمام فيقولها إذا استتم قائما وتسبيح ركوع وسجود نعم ورب اغفر لي مرة مرة نعم هذه ثلاثة واجبات التسبيح في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة وفيهن ما في التكبير قال وفيهن ما في التكبير من أنه يجب أن يأتي بهن في المحل ولا تجزئ قبل المحل ولا بعده حتى جزء الجملة يجب أن يكون في المحل يجب أن يكون حتى جزء الجملة فالتسبيح يجب أن تكون كامل في المحل هذا هو الواجب السابع على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا فإنه حينئذ يسقط عنه كما فعل نبي صلى الله عليه وسلم حينما فاته حينما نسي التشهد الأول قام فقام المأمومون وإن كانوا غير الساهين ويأتي في سجود السهوي وتقدم المجزء منه قريبا نعم صفة والجلوس له قوله والجلوس له أي والجلوس للتشهد الأول لأنه تابع لما سبق وما عد ذلك سنن أقوال وأفعال وهيئات نعم قول مصنف أفعال وهيئات سيأتي التفريق بينهما بعد قريب فسنن الأقوال سبعة عشر نعم قول مصنف فسنن الأقوال سبعة عشر هنا عدها المصنف إنهم قاعدة عند أهل العلم إذا ذكروا عددا فإنه يدل على نفي ما عد المذكور وأما إذا قال سنن الأقوال كذا وسردها من غير عدد فإنه في هذه الحال يدل على أنه ذكر بعضها وقد يكون أغفل بعضها مثل ما فعل صاحب المنتهى فإنه لم يذكر عددا وأما سنن الأقوال فإن المصنف عدها سبعة عشر وصاحب المنتهى فيه وفي شرحه للمنتهى عدها ثنتي عشرة سنة والحقيقة أنه أدخل بعضها في بعض ودمجها وإلا ففي كثير من الصور يكون الخلاف لقظية بالتعداد الاستفتاح هذا الأول والاستعادة هذا الثاني والبسملة الثالث وكلها سبق التفصيلها والتأمين وهذا الرابع والإمام والمؤموم كذلك وقراءة السورة في كل من الأوليين وصلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله نعم قوله والتطوع كله أي في كل التطوعات سواء كانت ركعة أو كانت ركعتين أو كانت أكثر من ركعتين فإنه يصح كما مر معنا أن يتطوع بأربع ركعات بسلام واحد ففي كل الركعات يقرأ سورة بعد الفاتحة والجهر والإخفات نعم قوله والجهر والإخفات هنا عدها من السنن القولية تبعا للموفق في المقنع ثم سيكررها بعد ذلك وسيأتي الترجيح أنها من هيئات الأفعال وليست من الأقوال وقول ملأ السماوات طيب قول ملأ السماوات هذا هو السابع طبعا هو اختصار مر معنا أن المصنف اختار السماوات لأنه أصح حديثا وصح من المنتهى اختار السماء وتكلمنا عن هذه المسألة سابقا ومراده بملأ السماوات أي وما بعده نستفيد من هذه الجملة فائدة أخرى أن الذكرى الذي بعد هذا الدعاء من السماوات والأرض ومن أماشئتها من شيء بعد أهل الثانا والمجد أنه مسنون وليس مندوبا وقد مر معنا أن المصنف هناك ذكر قال وإن شاء أزاد وذكرنا هناك أن أهل العلم يقولون أن قوله وإن شاء يدل على عدم الاستحباب وإنما الجواز وهو ظاهر كلام صاحب التنقيح بينما ما في المغني والشرح والإنصاف أنه يستحب تلك الزيادة بعد التحميدي نعم في حق من يشرع له قول ذلك نعم الذي هو الإمام والمنفرد وأما المأموم سبق معنا أنه لا يشرع له هذه الزيادة الثامن وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود والسجود هو التاسع والعاشر ورب يغفر لي نعم زيادة عن مرة في رب يغفر لي بين الجلستين بين السجدتين والتعوذ في التشاهد الأخير نعم هذا الحادي عشر أنه يستحب أن يتعوذ في التشاهد الأخير معنا التعوذ أعوذ بك من النار والعذاب من القبر وفتنة المحيان والمات ومن فتنة المسيح الدجال والدعاء آخرة طبعا قول المصنف والدعاء آخرة هنا مسألة مر معنا هناك في صفة الصلاة أن ظاهر كلام المصنف هناك وأن ظاهر كلام صاحب المنتهى كذلك أن الدعاء في آخر الصلاة بعد التعوذ أنه مباح وليس بسنة لأنه عبر بأنه لا بأس به فدل على أنه مباح وليس بسنة بينما هنا صرح بأنه سنة وهنا نأخذ القاعدة التي مشى عليها المتأخرون أنه إذا جئ بالمسألة في مظنتها وفي غير مظنتها واختلف الحكمان فنقدم قول المؤلف في المسألة التي وردت في مظنتها وهنا يتكلم عن السنن فحينئذ يقدم كلامه هنا على ما هناك الأمر الثاني أن ما هناك هو مفهوم وهنا منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم نعم والصلاة فيه على آل النبي عليه الصلاة والسلام نعم والصلاة على آل النبي لأن الواجب أن يقول اللهم صلي على محمد والبركة فيه عليه وعليهم نعم بركة فيه أي في الصلاة عليه هذا السنة الرابع عشر فيقول وبارك على محمد وعليهم هذه السنة الخامسة عشر وبارك على آل إبراهيم وبارك على آل إبراهيم نعم وما زاد على المجزء من التشاخد الأول نعم والقنوة في الوتر والقنوة في الوتر الوتر سنة نعم طبعا السنة كلها كما قال أحمد وما فعله الصحابة يعني كان لأمر سيأتينا إنشاء تفصيله في محلنا نعم وما سوى ذلك سنن أفعال وحيئات سميت هيئة لأنها صفة في غيرها قال وما سوى ذلك مما ورد في صفة الصلاة هي سنن أفعال وحيئات الواو هنا واو تفسيرية فكأنه يقول إن الأفعال هي الهيئات ويحتمل أن يكون أن المراد بالهيئات هي صفة الفعل ذكر المصنف قال سميت هيئة أي سميت هذه السنن هيئات لأنها صفة في غيرها وهذا التفسير للهيئة أخذه المصنف من كتاب المستوعب وهذه السنة التي أوردها المصنف عدها في المستوعب خمسة وأربعين سنة وهي التي ذكرها المصنف فإن المصنف ذكر خمسة وأربعين سنة سنمر عليها بعد غير العد وممن عدها خمسة وأربعين سنة صاحب المنتهى كذلك فقد عدها بهذا العدد بينما صاحب المنتهى في شرحه قال وَقِيلَ إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ سُنَّةً ثم سردها في الشرح فذكر منها نحو من اثنين وخمسين وأغفل ثلاثا عدها بعداً ليست مجرد سرد بل مع العد فعدها ثلاثا خمسين ووقف ولم يذكر الثلاثة الباقية ثم ذكر بعد ذلك قال وَقِيلَ غَيْرِ ذَلِكِ لماذا أورد هذا الخلاف العدد؟ لأنه ربما يكون هناك سنن أوردها أهل العلم والأصل في السنن أنها واردة عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختلافهم في عدد السنن الفعلية والهيئات يدلن على أنه ممكن أن تكون سنة وإن لم يورد في بعض كتبهم نعم الأولى ربع اليدين مبسوطة هذه السنة الأولى الثانية مبسوطة مبسوطة أي ممدود نعم مبسوطة وقلنا أن المبسوط يقابله ما يكون مقبوضاً الثالثة مضمومة الأصابع بمعنى أنها لا تكون منشورة وإنما مضمومة الأصابع لا تكون مفرقة الأصابع الرابع مستقبلة القبلة مستقبلة القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه ففي الحالات الثلاث تكون مستقبلة القبلة الخامس وحطها عقب ذلك قوله وحطها عقب ذلك مر معنى أن السنة عند رفع اليدين بالتكبير تكبيرة الإحرام وعند رفع اليدين بالتكبير عند الرفع من الركوع إذا أراد المرء أن يقبض يديه فالسنة أنه يحطهما ثم بعد ذلك يقبضهما بعد ذلك لكي يكون القبض فعلا كاملا ويكون رفع اليدين وحطهما فعلا كاملا إذ هما سنتان منفصلتها ويشهد على ذلك ما ذكرت لكم حديث مالك حيث عاد كل عضو لمحله وقبض اليمين على كوع الشمال نعم مر معنى أن القبض ليس هو السنة بل يجوز القبض ويجوز الوضع ومر معنى هذا السابع وجعلوهما تحت سرته الثامن والنظر إلى موضع سجوده نعم هذا مطلقا إلا مر معنى الخلاف في قضية النظر إلى الكعبة إذا كان مستقبل الكعبة وتفريقه بين قدميه في قيامه نعم سبق أيضا ذكره العاشر ومروحته بينهما يسيرا نعم هنا قيد المصنف المراوحة بكونها يسيرة بينما هناك أطلق وهذا هو الصواب أن المراوحة تكون يسيرة لأن الكثير تكون عبثا وأشرته لأنه سيأتي لذلك في محله الحادي عشر والجهر والإخفات نعم هذه الجهر والإخفات كررها المصنف فمرة ذكرها مع السنن الفعلية ومرة ذكرها مع السنن القولية وسبب ذكرها مع السنن القولية متابعة صاحب المقنع وأما ذكرها هنا مع السنن الفعلية فهذا الذي مشى عليه صاحب الإنصاف فقد رجحها في الإنصاف أنها من السنن الفعلية وهو الذي جزم به صاحب المنتهى الثاني عشر وترتيل القراءة نعم عرفنا معنا الترتيب سابقا ثالث عشر والتخفيف فيها للإمام التخفيف فيها الضمير يعود للقراءة الرابع عشر والإطالة في الأولى والتقصير في الثانية نعم الأولى والثانية طبعا هنا نتكلم مدائمين عن الأولى والثانية ولم نتكلم عن الثالثة والرابعة وذكرنا في صفة الصلاة هل هذا منسحب عليها أم لا نعم وذكرنا فيها وجهان عند متأخري خامس عشر وقفض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع نعم هذا هو السنة الخامس عشر نعم السادس عشر ومد ظهره يمده بحذى ينحاني السابع عشر وجعل رأسه حياله فلا يطأطئ رأسه الثامن عشر والبدأت بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده أي حالة سجوده ليس في سجوده عندما يكون ساجدا أي عند إرادته السجود التاسع عشر ورفع يديه أولا في القيام يعني قبل أن يرفع ركبتيه فلا يكون رافعا لركبتيه قبل يديه العشرين وتمكين كل جبهته وأنفه وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده نعم هذا التمكين للجبهة الواجب هو الوضع والتمكين هو واجب لكن لكلها لا لبعضها التمكين لجنسها وأما السنة فالتمكين للكل نعم وأما الأعضاء السجود واضح مر معنا أن التمكين لجميع اليدين وأما من وضع بعض يده كحرفها مثلا أو باطنها دون أطراف أصابعه فإنه يجزئه ولكن السنة أن يمكن منها جميعا إذن في الفرق إذن السنة تمكين الكل ولست السنة التمكين التمكين مر معنا أنها لازمة نعم ومجافات عضوديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه نعم هذا ومر معنا أن هذا خاص للرجل دون المرأة الثاني والعشرون والتفريق بين ركبتيه نعم المراد بذلك في حال السجود والجلوس كذلك الثالث العشرون وإقامة قدميه وإقامة قدميه بحيث يجعل قدميه قائمتين منتصبتين حال السجوده الرابع والعشرون وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة فيه وفي الجلوس فرقة فيه أي في السجود والخامس والعشرون وفي الجلوس بل يتكلم عن السنن في هيئة الجلوس فالسنة في الجلوس أن تكون بطون الأصابع مفرقة نعم السادس والعشرون ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد نعم هذا سنتان السادس والعشرون وسبب العشرون ووضع يديه حذو المنكبين مبسوطة الأصابع إذا سجد نعم وتوجيه أصابع يديه مضمومة نحو القبلة نعم هذا أيضا حال السجود ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وعدمها بركبته نعم قوله ومباشرة المصلى بيديه وجبهته فلا يجعل بين يديه وجبهته ودون الأرض حائل وعدمها بركبته نعم هذا السنة الثلاثون عدمها أي عدم المباشرة بركبته لأن السنة أن يغطي ركبته لأن الركبتين وإن لم يكون عورة للرجل فإن سترهما أفضل وأتم وقيامه إلى الركعة على صدور قدمي معتمداً على ركبتيه بيده نعم هذه سنتان قيامه إلى الركعة على صدور قدميه وأن يكون معتمداً على ركبتيه بيده لا على الأرض 33 والاشتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشاهد الأول نعم هذه سنتان والتورك في الثاني أيضاً تقدمت صفتهم ووضع اليدين على الفخذين هذا حال الجلوس بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين نعم هذه ثالث سنن أن تكون مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة وكذا في التشهد نعم نفس الهيئة ما عدل يد الجسرى لكن يقبض من اليمنى الخنصرى والبنصرى ويحلق بها مهامة الوسطى ويشير بسبابتها نعم تقدمت كذلك والتفات يمينا وشمالا في تسليمه أيضا التفات سنة إذ الواجب إنما هو السلام الترفض وتفضيل اليمين على الشمال في الالتفات طبعا هذا خطأ من الطابع والصواب وتفضيل الشمال على اليمين ومر معنا ذكرت لكم حديث عمار رضي الله عنه قطعا هو خطأ هذا التحريف أن الصواب تفضيل الشمال على اليمين وذرفنا معناه أن اليمين يلتفت حتى يظهر بياض خده الأيمن وأما الشمال فيلتفت حتى يظهر بياض خده الأيسر والأيمن معا حيث عمار صحها أو البخاري وقفه عليه دون رفعه ونية الخروج من الصلاة نعم مر معنا أن النية الخروج مستحبة وليست واجبة والخشوع وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف نعم قوله هو الخشوع من أهل العلم أن يجعل الخشوع نوعين خشوع واجب وخشوع مستحب وهذه طريقة جمع من أصحاب أحمد ويقولون أن الواجب يشمل الطمأنينة ويشمل فعل الواجبات من الأذكار التي يجب الإتيان بها أو الأركان التي يجب الإتيان منها بها كالقراءة الفاتحة وعدم فعل شيء من المبتلات كالحركة الكثيرة وما زاد عن ذلك فإنهم يسمونه خشوعا مندوبا ومن الفقه من يقول الخشوع كله مندوب فيقصرون مصطلح الخشوع على ما عدا ما ذكرت لكم أن الأوائل يسمونه خشوع واجب والنزاع فيه نزاع اللفظي لا شك فهؤلاء يسمونه خشوعا واجبا وأولئك يسمونه أركان الصلاة وواجباتها والنزاع نزاع لفظي والمصنف هنا مال إلى المعنى الثاني وهو أن الخشوع مندوب وليس بواجب وقد فسر الخشوع بأنه معنا يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف هذا التفسير الذي أورده المصنف أخذه من المرداوي في حاشيته على التنقيح فقد نقل منه والحجاوي صرح في حواش التنقيح أنه اطلع على حاشية المؤلف على التنقيح وذلك نقول أنه قد نقله منه لكن اختصر منه فإن في آخر حواش التنقيح على أدين مرداوي زيادة يلائم مقصود العبادة معنا يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف يلائم مقصود العبادة وهذه الزيادة رطيفة صاحب الغاية جعل الخشوع معنا آخر فقال هو حضور القلب وسكون الجوارح فجعله مجرد حضور القلب وعدم الحركة التي تكون مكروهة لأن الحركة غير المكروهة تكون باطلة خاصة أن صاحب الغاية وافق المصنف أن الخشوع كله يكون مندوبا نعم طبعا قوله الشيخ الشيخ تقي الدين وهذا مصطلح المصنف أن الشيخ هو الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى طبعا هنا قوله قال يدلن على أنه تفريع على ما سبق أن الخشوع ليس بواجب إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها نعم لا يبطلها إلا أن يكون أخلى بركن من الأركان المتقدمة وتقدم أنها لا تبطل بعمل القلب ولو طال نعم وهذا سبق إلا خلافا سيدكره بعد قريب وقال ابن الحامد وابن الجوزي تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته فدل ذلك على أن الخشوع بالمعنى الذي ذكره المصنف يكون واجبا عندهما ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية وإن سجد فلا بأس نصى نعم قوله ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية السنة النوعان قولية وفعلية قول مصنف ولو قولية لم أقف على من فرق بين السنة القولية والفعلية في الترك إلا ما ذكر يعني الماحة في الفروق قوله وإن سجد فلا بأس يدل على أن السجود جائز وسيمر معنا إن شاء الله درس القادم أن السجود السهو في الصلاة تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا وتارة يكون جائزا وتارة يكون محرما وصورة الجائزة التي ذكرها المصنف هنا وهو في قضية ترك السنن عندي هنا مسألتان المسألة الأولى في قوله نصا المراد بقوله نصا أي نص أحمد عليه فقد نقل إسحاق بمنصور كوسج أنه سأل أحمد إذا جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به فقال أحمد إن سجد لا يضره ذلك وإن لم يسجد فلا بأس وجاء في مسائل صالح أنه أي أحمد نص على مشروعية وجواز سجود السهو لمن ترك قنوة الوتر وترك قنوة الوتر هي ترك لسنة قولية كما أن الجهر يحتمل أن تكون سنة قولية ويحتمل أن تكون سنة فعلية وهذا كلامه سأفصله الدرس القادم إن شاء الله بتوسع لكن أريد أن أقف في إطلاق العلماء أن كل سنة يجوز السجود لها فيه نظر حقيقة فإن الذي ورد عن أحمد كلام متقدمين إنما هو في السنن التي اعتاد على ملازمتها لا مطلق السنن فإن بعض السنن تفعل أحيانا وتترك أحيانا فالجهر يلازم فعله والقنوة كذلك فإنه استحب مداومة عليه وأما السنن التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا مثل بعض الهيئات فإن القول بجواز سجود السهو لأجلها يعني بعض النظر والتأمل نعم وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه أو لم يعتقد شيئا وأداها على ذلك وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعرف الشرطة من الركن فصلاته صحيحة نعم يقول المصنف إن اعتقد المصلي الفرض سنة الفرض من أركان الصلاة السابقة أنها سنة لكنه فعلها أو عكسه ظن السنة فرضا وفعلها بنية أنها فرض أو لم يعتقد شيئا فعل الصلاة كعامة الناس يصلون مع الناس ولا يدري أهي سنة أم هي فرض وأداها على ذلك وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة هو من الصلاة لكن لا يدري أهو فرض أم سنة أم ركن أم واجب قال أو لم يعرف الشرطة من الركن وفعله على أنه واجب ولم يفرق بينهما قال فصلاته صحيحة ولا شك في ذلك لأن هذا لو لم يقل به لا أدى إلى يعني أغلب الناس لا يعرف الأحكام على سبيل التفصيل نكون بذلك بحمد الله عز وجل وقفنا عند هذا القدر لعلنا اليوم نقف ونجعل أسئل شرطة درس القادم وأعتذر منكم لأن لدي سفرا وصلى الله وسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة